دلوقتي حنتكلم مثلا عن حكم النيابة في العبادات اظن ايه النيابة في العبادات دي اللي كتعمل ازمة في الفترة الاخيرة يا مولان طبعا الازمة حنتكلم في النيابة في العبادات هل يجوز ان واحد يصلي مكان واحد هل يجوز ان واحد يزكي مكان واحد تاني هل يجوز ان واحد يصوم رمضان مكان واحد تاني هل يجوز لواحد يحج ويعتمر ابوه مات يجيب واحد تاني يحج عن ابيه هل يجوز لواحد مثلا ما صامش رمضان علشان عنده مرض أو عملية جراحية يوكل واحد صديقه يصوم له فيه هو ده السؤال اللي هو النيابة في العبادات وحنتكلم دلوقتي بوصفنا المذاهب الأربعة قبل النيابة يا سيدنا هل العبادات دي أقسام ولا قسم واحدة لسه أنا بشرحه حاضر عيني فأنا دلوقتي حنتكلم على أساس أنه إحنا أربع مذاهب أصد منك الإمام أبو حنيفة أدي اليفطة بتاعته طبعا أنا فين وأبو حنيفة فين أنا مش بشبه نفسي ليه إنما بنقلك رأيه التمسوس قولي كده يا شيخ خالي علمونا كده علمونا الجن دي يصف نفسه بأنه أبو حنيفة بالضبط أولله يا خبر عليك حقيقي حيقوله أزا الكلام واحد صحفي قال لي كده قال لي صراحةً كده قلتوله زي أنت بتنسب ليه الرأي بتاع أبو حنيفة في موضوع الأشريبة دو أنا ما قلتهوش أنا قال لي يعني أنا لو قلت للناس أبو حنيفة بيقول حد حيقرأ قلتوله لا ليه قال لي اللي أنا لو قلت خاء الجندي يقول هو ده الشغل فطبعا نسأل الله عز وجل أنه ينجينا من مضلات الفتن آمين فأنا عاوز أفهمكم بقى إيه ده الموضوع هل تجوزي النيابة أني واحد ينوب عن التاني في أداء العبادات بسبب عجز أو بسبب وفاة مثلا أو بسبب صغر سن أو خلافه هنا بقى حضرتك عشان نجاوب على السؤال دو كمزاهب أربعة لازم أفهمكم أن العبادات تلت أنواع العبادات كم نوع تلت أنواع لو معك وراء أو ألم اكتبهم أحسن لك تلت أنواع عبادة مالية زي إيه زي الزكاة وعبادة بدنية زي إيه زي الصلاة وعبادة مركبة مركبة يعني إيه ميكس يعني مختلطة فيها الجزء المالي والجزء المالي يعني فيها جزء مالي وجزء بدني زي الحك والعمرة كده فهمت يبقى العبادات تلت نوع مالية بدنية مركبة هل تجوز هذه النيابة في العبادات أنا عندي كأبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه لا تجوز النيابة في العبادات البادنية وتجوز النيابة في العبادات المالية والعبادات المركبة يعني نقدر نقول أني عندي الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه العبادات البدنية البادنية عرفت العبادات البدنية إيه الوضع بتاعها غير جائز أني واحد ينوب عن واحد يعني أبوك لو ما صلاش ومات الله يرحمه ويحسن إليه ما فيش غير أنك تتصدق عليه إنما ما تقدرش تأجر 35 فوعلي يصلوا مكان أبوك الله يرحمه برضه تمام ندعيله ندعيله آه لكن مش حاضر أخدمه فالعبادة البدنية العبادة البدنية العبادة البدنية عند أبو حنيفة لا يجوز فيها النيابة طب يا أبو حنيفة طب الزكاة أبويا ما طلعش الزكاة الله يرحمه مثلا يعني أقدر يا أبو حنيفة أقدر يا أبو حنيفة أطلع أنا عنه الزكاة اللي هو ما دفعهاش أو حد عند أبو حنيفة العبادات المالية يجوز فيها النيابة طب يا أبو حنيفة نعم يا أبو حنيفة قل لنا لا يخليك طب العبادات المركبة هل يجوز فيها النيابة زي الحج كده عند أبو حنيفة نعم يجوز فيها النيابة يبقى نائس عندنا دلوقتي إيه أديكوا عرفت رأيي أبو حنيفة إن في العبادات البدنية يجوز نعم في المركبة المالية البدنية هالمطلقة ولا مشروطة مشروطة بوصية المتوف أما لو كان اللي هو قبل ما يموت أنا عندك أبي حنيف عندي خلاص أنت تعرفت أنا مين دلوقتي عندك أبو حنيف والله بني الرأي أبو حنيف لو كان الشخص قبل ما يموت وصل لحد يحج عنه لو ما حجش وصل لحج عنه يجوز في هذه الحالة طب افردي الميت ما وصاشه يبقى الأسف الشديد لا يجب على الورصة في هذه الحالة لا يجب على الورصة في هذه الحالة فإن فعلوها فذلك محدد تبرع وتطوع خش بقى معايا على الإمام مالك هل تجوز العبادات يا مالك يا مالك نعم يا مالك هل تجوز النيابة في العبادات ألا تجوز بس قول لي بعد ذلك الفاصل إذا سمحتم ليه ترجمة نانسي قنقر